السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا وليعلم أنه من أجل مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا قال تعالى فاذكروني أذكركم أشكروا لي ولا تكفرون هذا ويقول الله سبحانه أيضا إن الله ملائكة ويصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله الأسئلة يا عبد الرحمن أقرأي الأسئلة حديث علمني رسول الله وتسعة عشرة كلمة لا أعلم له سندا بارك الله فيكم نعم نعم ما حكم أفر أصحب المكتبات من الموقع تسعير من الكتاب خبراً خاص من واضح الكتاب أصلاً مستحيل كل شابك يسأل عن حكم يصنعها أصحاب المكتبات من وضع سعرين على الكتاب قبل الخصم وبعد الخصم والكتاب مستحيل أن يكون سعره هكذا يعني أنهم مثلاً يقولوا الكتاب في الحقيقة لا يسوي مئة فيقولون سعر الكتاب قبل الخصم سعر الكتاب قبل الخصم ثلاثمائة أبعد الخصم مئة وخمسون فيغررون بالمشتري يغررون بالمشتري فيتوهم أنهم أحدثوا خصماً قدروا خمسون بالمئة هذا لا يصح لأنه تدليس وإقاع للناس في الغرض كأنه يدخل يعني ليس صريحاً لكنه لاحق بالنكش في البيوع والله أعلم لأن الكتاب لا يباع أصلاً بثلاثمائة لكنهم يكتبون السعر قبل الخصم ثلاثمائة ويبيعونه بمئة وخمسون فأنا أتواهم أنهم فعلاً خفضوا مئة وخمسين كان الغش والتدليس لا يجوز الله ليس حرم في الشراء يقول بمئة وخمسين لكنه يهمني أن الكتاب عليه خصم مئة بالمئة خمسون بالمئة عفواً حكم الإختلاط الضروري أما أنت كرجل ممكن تكون مضطراً لأنها تفرض عليك مؤردات وطبيبات أما الطبيبة فالأصل القرار في بيتها لا تخلو تحرص على عدم الخلوة أما ما تصنع بعض الطبيبات في الليل تبيت في المستشفى مع طبيب ذكر وحدهما أو ممرضة فان ذلك وحدها مع طبيب فإذا أدعى للشر والفساد أدعى للشر والفساد لكن قدراً أنت عينت في مستشفى أو طبيب عينت في مستشفى وقد تدعى للحاجة إلى أن يلتقي يعني في الطريق أمام الملأ كلها فإذا تكون ضرورة لكن الخلوة محرمة الخلوة محرمة صحة حديث أنت ومالك لأبيك أراه لا يصح والمعرضات له كما قال الإمام الشافع رحمه الله أقوى منه بكثير لأن الله قال وليأبوائه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإذا كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره إذا كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره نأخذ الأبو كل التركاء وثم أدلة أخرى ذكرناها من قبل في هذا الباب والله أعلم تمني الموت من القلب دون التلفظ باللسان تمني الموت من القلب دون التلفظ باللسان لا إسمع عليك في ذلك لا إسمع عليك والنبي قال إن الله تجاوز اليومات ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أم تعلم أو تعمل إحلال السيارات إحلال السيارات ما زلنا بانتظار صورة للعقد ولكن أفادون الآن أفادنا بعض إخواننا أنه يلزمك أن تكتب طلبا للبنك أرجوك أن تكتب طلبا للبنك مفاده أنك تريد ثمن السيارة من البنك بفائدة ودحرام صحة حديثة افترق أمتي على بضع أفوان افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار زيادة كلها في النار لا تثبت زيادة كلها في النار لا تثبت أما الافتراق مجرد بيان الافتراق فيمكن أن يحسن بمجموع طرقه والله أعلم هل يجب استشارة الزوجة الأولى في الزواج بالثانية لا يجب ذلك خطيبتي عايزة تشتغل بعد الجواز وافق ولا لا تشتغل إيه فهمنا ماذا ستعمل خطيبتك حكم الزوجة تقول لزوجها لست تحت طاعتك جاهلة لاعتبار لكلامها أقول أريد يريد أن يتزوج من الثانية سرا هل هذا ظلم للأولى هذا غش للأولى غش للأولى أن تتزوج سرا لأن النكاح يؤلن وتعرف الزوجة ماذا لها وماذا عليها ما الذي لها وما الذي عليها بسم الله بسم الله هل اتفق العلماء على حد اللحية الذي يتم به الواجب من ناحية طولها لا ما أحقر كذا صنط ولا شيء لكن الوارد أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويقبض ما زاد على القبضة أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه أنه أخذ من طولها ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام الصلاة بالبنطلون صحيحة أو تأثم إذا كان البنطلون واسعا سابغا فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة أما إذا كان ضيقا فتكرى كرية شديدة حكم أكل الطيور عامة الطيور إذا كنت تقصد التي تطير فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم منها كل ذي ناب أكل عفو كل ذي مخلب نها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع شخص يصلي منفردا هل تلزمه إقامة الصلاة لا تلزمه إقامة الصلاة هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة عموما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يجب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد الوقوف من الوقوع لا هذه سنة مستحبة رفع اليدين مع تكبيرة الأقيرة سنة مستحبة بسم الله امرأة ترضى ابنها ثم انقلبت عليه وينائمة فمات فما حكمها علي هدية قتل الخطأ عدم لبس النقاب للمرأة أختار القولة بوجب تغطية وزي المرأة إذا بلغت وها لم تكن من القواعد من النساء هل عدم الذهاب للحج مع القدرة يعتبر من الكبائر نعم الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لو تاقر أخذ مبلغا من المال من شخص بسم الله محدد مبلغا من المال شهريا كل شهر لا دربا لا يجوز له ذلك إذا كان يربح هذا القدر الذي حدده لهم هل يجوز للورسة الانتفاع بما لأبيهم الذي كان موضوعا في بنك الربويين أو في البسطة يأخذون الأصل وتخلصونها من العائدة الربوية لماذا حديث نمى الأعمال والمنيات لم يروه إلا عمر هذا الذي سيصر وكثير جدا من الأحديث لم يروه إلا صحابي واحد وبعد المشعين عمر عمر محدث ملهم الوصية لابن الابن الحي هل تجوز حيث أن الابن فقير نعم الوصية لابن الابن الحي تجوز لأن ابن الابن ليس من الورثة إلا إذا كانت حيلة لإكرام بعض الأبناء بالوصية لأبنائهم يعني الأحفاد كانت حيلة فالحيال التي يراد بها التوصل إلى ظلم تحرم هل تثبت أن الخضر قابل أحدا من الصحابة أو التامعين كل ذلك لا يثبت سنده؟ وقد ورد الحافظ ابن حجر آثارا تالفة الأسانين في هذا الصدد ولا تثبت لا أسعدت بنتي في تربية الأطفال من أكل ولبس وبقول هي لله هل هي أجر؟ نعم لك أجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كابد رطبة أجر وقال الله تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مصطل ذرة خيرا يرى أجر على الحديث أنه ينبع السنور يتيكا بعلاله إن شاء الله لكن يقول لك إنه معلول يعني تريد العلم بين سبب العلم بالضبط رجعها لك إن شاء الله إن بعيد العهد به لكنه معلول السنور القط هل يجوز للإبنة أعطاء زكاة مالها لأبيها؟ نعم يجوز لها أعطاء زكاة مالها لأبيها إذا كانت متزوجها ومفصلة يجوز عموما يجوز زكاة متزوجها وإذا كان ابو يعطيها مال ويترضو لك زكاة مال عموما يجوز للبنت أن تعطي زكاة مليها لأبيها لأنها ليست بملجمة بالإنفاق على أبيها الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وما زيادة يذكر يذكر الله فيه فبالتبع لأن المساجد هذا شأنها لكن من الحياة الإسندية حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة حديث متواتر بارك الله فيك يا أخدرقية حديث إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر في سنة إضاف حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عامر سبيل خرج البخاري ما الأداب التي ألتزم بها في فترة الخطوبة وبما تنصحني السئلة أمرأة يا عبد الرحمن والله نعم على الأمم الخاطب ما زال رجلا أجنبيا فلا تنشغل به كثيرا لا تكلمي كثيرا إلا عند الدرورات وفي المعروف لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لا يصح كحديث لا يصح قضية عدم السماع أرفع الله قدرك يا عزة أفاك الله يا دكتور عمر الله بارك الله فيك حديث حقة محبتي وفي رواة وجبت محبتي للمتحبين فيها صحية حديث التقو الملاعن الثلاثة فيه مقال والثابت حديث التقو اللاعنين الذي يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم يعني يقضي حاجته فيه ممر الناس برهز أو يقضي حاجته في المكان الذي يجلس فيه الناس يستضلون به لو اجتمع أثنان عند الباب نقدم اليمين أو الأكبر الأمر فيه ساعة وإذا قدم الكبير لك وجه وإذا قدم الأيمان لك وجه الأمر فيه ساعة هل ممكن أن يتسبب الجن في مرض الإنسان كل شيء بإذن الله قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وكل ذلك بإذن الله طلق زوج زوجته والنظر إلى موضع الجماعة بعد الطلق يعتبر رجع لا يعتبر رجع يا خالد انتبه انتبه لا تسأل هذه الأسئلة انتبه عهدناك عقلا وعهدناك حقيا هل الدعاء من الرأي الكافر يستجاب نعم قد يستجاب دعاء الكافر بحكمة يعلمها الله قال إبليس أنظرني إلى يومي وبعثون قال فإنك من المنظرين حق مدفن الرجل مع زوجة أخيه وجدتي في مقبرة محيزة لا يجوز لعند الاترار التي أعطتني جميع ممتلكاتها وهي لا تنجب وزوجها ميت ومن يرسها أختها وهي حماتي هل علي من وزن وهي ما على قيد الحياة نعم يرجع الكلام إلى حماتك ظلمت سائر الورثة هل يجوز الذهاب مع البائع لشراء استلعاتي يجوز أختها منه بعد الشراء هذه من حيال الربا ربا مقنعة عزبنا على كل هذه نسئنا نعم نعم جواز دواج البنت الصغرى قبل القبرى لمانع أني أريد أن يوكحك أحد ابنتي هتيني ولم يعهد أنهما توأم لم يذكر أنهما توأم مسافر العمل أسبوعيا في محافظة تبعد 150 كم وأمكس ثلاثة أو أربعة أيام ثم أعود الأجمع وأقصر إذا كان لك مسكن هناك فلتكن لك ظهران إقامة فكذا لم يكن لك مسكن فثلاثة أو أربعة أيام متحملة وتقصر فيها وتجمع والله أعلم حكم الحساب الجاري بالبنك حاصل أنك لا تأخذ ملل لنفسك لا تأخذ من البنك أعيدة ربوية لنفسك بسم الله دخلت في صلاة الويترينوية ثلاثة ركعات فاقتصرت على وحدة لا يجوز دمال أعمال بالنيات وعليك عادة الصلاة حكم التصدق بممرد ماء في الشارع وتوصيل الماء من الخط الرئيسي دون ترخيص لا تفعل إلا أنت من ضفت لا تفعل هذا أخذ من الماء العام بغير حق وأدعى لأني ضيع كثير من الماء نستطوك الأشياء مفتوحة لكن إذا كان ماء لشخص سيحافظ عليه طلبت مني أن أسمعني أخي بأني ابني فوقي فرفضته لأن البناء ملكي هل أنا آثمة لا لست بآثمة إن صنعت فضلا من حقك ما صنعت مع المعسنين من سبيل مساجد فيها خطباء يقولون ما لا يكتبون من عند أنفسهم هل يجوز يعني تكتب لهم الخطبة ويذكرونها على المنبر الصلاة صحيحة لكن ينظر هل الكلام طيب أو غير طيب العائض لا تصلي صلاة الاستخارة ولكنها تدعو وقال ربكم دعوني أستجب لكم حقوق العمل المدير المالي في شركة تقتلد من البنوك لا بأس من المدير المالي ليس هو الذي يتخذ قرارات الاقتراد من البنوك إنما الشركة تفرض عليه ذلك إذا كان مضطر لا يسمع لي إذا كان هو الذي يتخذ القرار فيأسم يقول بارك الله فيك محمد فاروق نويت صلاة الظوري قصرا في السفر هل يجوز أن أتمه أربعا أثناء الصلاة ما السبب أرى أن ذلك يكون إذا صليت ورأى إمام متم يعني إذا نويت أن تصلي ركعتين ورأى إمام وأنت لا تدري تظنه مسافرا تظنه مسافرا فجئت أنه نصلي أربعا أتمن معه سيئل ابن عباس يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا فرادا صلينا أربع ركعت أفوا ما بالنا إذا كنا مسافرين نصلي ركعتين إذا صلينا فرادا وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربع قال تلك سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال لأخي رمزي أبو إلياس يقول لي ماذا حضرتموني لم يتم حضرك بس اسمه ما ظهر يمكن واحد آخر يذكر اسمك حسنت خالد الدقاء تفطن لما تفطنت له يا عبد الرحمن بس يمكن واحد ثاني يرسم من خلاله وجزاك الله خير يا أختمينا ما الظنوب اللمم كلمة اللمم أحيانا تطلق على كل ما لم به الإنسان من كبيرة وصغيرة وذنب فيها حديث بنت العم الذي أراد ابن عمها أن يفعل ما المحرم فيه فلما أراد أن يلم بها وقالت المرأة التي رجمها اسمان قبل أن ترجم الله ما ألم بي غيره لكن اللمم المذكور في الآية الكريمة الذين يجتنبون كبيرة لأنهم الفواحشة إلا اللمم فاللمم هنا المراد بي ما دون الكبائر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو غريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك وذلك لا محالة العيد تزني وزنها النظر اللسان يزني وزنها الكامل الحديث هذا اللمم حكم وديعة البنوك إذا كنت تأخذ عوائد ربوية لها لا يجوز لك ذلك طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم أمر هل يجب على الرجل تغسيل زوجته هل يجب على الرجل تغسيل زوجته لا يجب هي تغسل لكن ليس هو الذي يغسلها لا يجب عليه أن يغسلها لما تغسلها النساء إذا غسلت النساء جائز وإذا غسلها هو أيضا جائز لكن المرأة لا بد أن تغسل حديث من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلقوا الخيرا أو ليصمت ثابت صحية أقرأ وارتقي أقرأ وارتقي وردت لا تعمل في الربع صحة حديث حزيفة بن اليمان وأمره الخطابة عن الفتنة التي تموج كما تموج بحر صحية فصحية هل يقع طلاق إذا تلفز الزوجه بدون أن يسمع أحدا حتى زوجته ولم يخبرها يعني هذا الرجل مريض إذا كان مريض مؤسوس اختلف الأمر زوجتي طالق زوجتي طالق قال كده في النفس يعني إذا كان مريض ويغلوش لا تقع إنه مريض أم إذا كان عاقل وقال زوجتي طالق وهو أحد الطلق واقع والله تجاوز لأمة ابن حدثت بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمله وتتكلم حكم التربع من اليوتيوب التربع من اليوتيوب يستلزم أن تعرض أعلانات قبيحة وغير قبيحة لم يوقعك لست بمخير فلا نرى أن نبث المعاصي مقابل أموال الله مرزقنا حسنا الخاتمة لا يغسل الولد أم الولد أمه إنما تغسلها النساء البنت اسمها مينة وليست إيه؟ مينة ها؟ وليست مينة مينة آه يبصر لا ما فيه ما فيه تأفل اسم إنه زكاة فرنسية مينة؟ من المتكلم هي أم لا غيرها؟ غيرها ما زلت على رأيي حتى أسمع هل تجوز صدقة عن شخص حي تجوز أمه تنصين بحضور غسلها هل يجوز؟ أنت رجل لا تقف وسط النساء أي من عليك أن تقف وسط النساء حتى تنتين قصة اسمي مينة هذا مينة مكدوم مينة ليس في أتاء هل ميت الصالح يعلم شيئا عن أهلي بعد موته؟ لم يرد ذلك بل ورد خلافه أكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يقول عفوا طيب حتى لكن بضميمة أخرى يا يحيى كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني فلما توفيتني والرسول أقول في الحديث إنك لا يقول يا رب أصحابي 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 فأقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي وأقول ما وكنت عليه شيئا ما دمت فيه صح صح يا يحيى التمرجي نقول لك التمرجي التمرجي يعني الممرض يوجه المريض لصيدلية معينة مقابل نسبة من الصيدلية مع خصم لصاحب الرشد مثلا إذا يستفيده المريض ويستفيده التمرجي إذا كان ذلك كذلك أصح فلا مانع لا مانع إذا كان المريض سيستفيد والممرض سيستفيد أن يرسله الممرض إلى صيدلية تخفض لهم ماشي تقصد ما الكفارة لرجل قال لزوجاته تحرمين علي لو فعلت كذا ثم راجع في يمين يكافر كفارة يمين حقول حكم الصلاة وعلى الثوب بدم وصديد الصلاة تصح مع الكراهة حكم أكل قراميط التي تتغذى على الميتة الكراهة هي شديدة والكرمية جلالة حينئذ قال بعض الألماء تحبس فيما أنه تطعم طعاما نظيفا حتى يذهب عنها القزر الذي في بطنها هل يجوز أن نقول في التشاهد السلام على النبي بدلا أن السلام عليك أيها النبي هذا رأي شاذ قد تقلده بعض المعاصرين كالشيخ نصر رحمه الله وينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن صحيح كما قال ابن مسعود علمني رسول الله التشاهد وكفي بين كفيته كما يعلمنا الصورة من القرآن في بعض الروايات فنحن ملزمون منذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأبرى بما رأى والرأي لا بما رأى يقول أن أفوا هل تعتبر شريعة نبي الله يموسى لنا شريعة على قصة بناته يقول الله لي يقول إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة القول الموجز في شرع من قبلنا لو شرع لنا وليس بشرع لنا يترخص في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه هذا هو والله أعلم عملت عقيقة لبنتي وزبعت عجل وزعت على الفقراء المساكين هل ده صح أم كان الأحسن طبخه لا كله جائز يا سيد الشرفين كله جائز سواء وزعت الطعام نيئا أو وزعته مطهية سواء دعوت الناس سواء أرسلت إلى بيوتهم كل ذلك جائز بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من الأفضل أن ترسل إلى بيوتهم ويقول لم ينقل جمع الناس على العقيقة كما نقل جمع الناس على الوليمة أما الشافعية فيرون هذا طعام إن شئت دعوت الناس له وإن شئت إن شئت دعوت الناس له وإن شئت أرسلته إلى بيوتهم هل يجوز السجود المرأة على خمارها التي تلبسه ويتصلي يعني السجود على متحرك يا عبيب ما هو متحرك هذا الخمار ما هو متحرك كيف خمار متحرك أظنتم تسأل هذا السؤال من أيام تعني شيء آخر يعني يقول الخمار ممكن تشده الخمار جائزا تدقل عليه قال أنس كنا نتقي حرارا ضئي بالعمائم وكنت أخير صلاة العشاء مستحب أم مكروه يجوز تأخير صلاة العشاء ما لم يتتجاوز بها نصف الليلي وبقيد أيضا أن لا تفوتك الجماعة كنت مثلا ستطرك الجماعة في المسجد تقول سأخيرها أفضل لا الجماعة أفضل شربت الماء بعد هذا الفجر قطع في رمضان ظهر مني أن المؤذر لم يؤذر وعندما قالت أختي أنه ليس أختي الصحور أن الفجر أزن منذ مدة كان في فمي القليل من الماء فبلعته وأنا غاضبة فما الحكم لا يعني الطعام في فمها وأزن الفجر تبلع ولا تربه لأن الأمر سهلي في هذا لأنه سألت رية الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما تأتي على هذه الثواني ممكن واحد يبلع الماء أنا مساعد بنا في فمه خلاص يفطر يا عبد الرحمن أنت حر أنت شاب وشكلك كسير الشباب يتشدد مرأة عمي عندها الدوالي تعبها جدا 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 رحت لكذا دكتور ما فيش فايدة دي من كتر الحمل وهي حاليا حامل عاوزين بعد ما توضع يعملوا عملية ربط يعملها الدكتور كذا عشان ما تحملش تاني كما مرأة العجوزة زوجة عمك على كلهن لا ضرر ولا درار في الجملة لا ضرر ولا درار إذا شهد الإطباع الثقات بذلك تقول أنا جنبكم من منصول العلم مش فاهم اسمه إيك خالد كابتن يعني واللي طيب يا خالد يا أخي خالد اتفضل الألقاب لا تروعنا يا خالد انتبه حتى لو كنت كابتنا كما يقولون ولا ندري معنى كابتن في اللغة العربية لكن على أي حال الألقاب لا تروعنا الحمد لله لكن ما سؤالك يا أخي خالد حكم جمع الصلوات بسبب العمل إن شاء الله نطرعنا إن شاء الله نعم العمل ضروري جدا لكن ليس كل عمل يستلزم يجوز جمع الصلوات ليس كل عمل يستلزم جمع الصلوات فعلى سبيل المثال طبيب يعمل عملية جراحية يجرى عملية جراحية لمريض ودقل في العملية قبل المغرب والعملية لا يستطيع أن يتركها إلا بعد الأشياء بساعتين فسنقول لهش مع أبينا المغرب بل أشياء جمع تأخير ضرورة هل ثمت عن أشياء الناس استعملت ماءا وعليه ملح بعد ذهب من عنده السحرة والسحرة ما أعلم عنه أي شيء نعلم له سندا ثابتا نعم هل يجوز أن أقرأ من المصحف في صلاة الليل نعم يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة الليل وعيشة كان يا أمها مولاها ذكوان من المصحف في رمضان حجي ما السؤال صليت ونسيت السجدة الأخيرة وتذكرت بعد السلام نسيت السجدة الأخيرة أرجعت بالسجدة وتشاهد وأسجد للسهو لكن إذا كان السجدة قبل الأخيرة في ركعة ستأتي براكعة جديدة هل أكل على الجنب حرام مكروه؟ على الجنابة؟ على الجنابة؟ لا تحتمل الأمرين هذا الكلام مبني على حديث مبني على حديث أيأكل أحدنا وجنوب؟ قال نعم إذا توضع والذي يظهر لي أنه شاذب أن اللفظ الأصح أينام أحدنا وجنوب؟ قال نعم إذا توضع فعليه الأكل على جنابة لا أرى فيه تحريما ولا كراهة إذا ثبت أن اللفظة شاذة من عقب على الرشوة ثم تاب هل عليه شيء؟ يتوب الله على من تاب لكن هل بسبب هذه الرشوة أضر بأحد إذا كان أضر بأحد يسعى لدفع هذا الدرر؟ يقول أنا أمل ترزح لي ما أخذ مقاسات لكن أمل زي واسع هل يجوز؟ أتأخذ مع حساب مقاسات من؟ نساء أو لي بالضبط؟ يعني مش فاهم مقاسات من؟ أظن يقص المقاسات نساء ستضع يدك على جسمها أو طب دع زوجتك تأخذ المقاس راتب المحاسب في البنك حلال أم حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل ربا وكاتبه وموكله شهده والسواق واللفظ الصحيحة لعن الله أكل ربا وكاتبه والثاني أيضا أظن لفظ مسلم لعن الله أكل ربا وكاتبه ما سؤال رمزي؟ ما سؤال رمزي؟ استقرض رجل سؤالة مثل خمسين جرام مثلها ثلاث ألاف دينار ما هو دي السداد كان سعر الخمسين جرام ثنين ألف دولار اثنين ألف دينار دينار؟ ماشي استعرى ذهبا يا رمزي يرد ذهبا استعرى خمسين جرام ذهب يرد خمسين جرام ذهب بارك الله فيك المرض بشعب بن حشم شعب أبي طالب الذي كان فيه الحصار الذي حصر فيه النبي وأصحابه يا رمزي لا داع للخطأ يا رمزي لا نسمح يا رمزي أنك تبغي إذا بغيت علينا لن نبغي عليك لكن سنبتعد عنك وتبتعد عننا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله يعني كنوا عاملين بالحق تؤدون شهادتكم تبتغون بها وجه الله حكم القراءة من الهاتف بالصلاة في صلاة النافلة لا بأس ما سؤالك محمد قراء ما رأيته ابتخلص من الفوائد للفقراء لا بأس أنت تغطأ تغطأ الفقراء الذين لا تربطك بهم قراءة حكم صلاة الزهر والعصر في المكتب في العمل جماعة مع المتواجدين من الزملاء إذا كان لا يسمح لكم بالخروج إلى المسجد جاز لكم أن تصلوا في مكان العمل جماعة هل القدرة قبل الحيض تعد منه لا أن الحيض هو دم فإذا لم ينزل الدم لا تمتلع بارك الله فيك يا أختمين حديث تحترقون تحترقون ضعيف زوج يكلم نساء بحكم عمله لا منع حينئذ مدام الكلام بالأدب وفي حدود الشريعة متابعة المأموم الشاب المربين الشاب الحي والهادي الشاب غير الشعب جعلناكم شعوبا وقبائل الشاب لا شاب المكان الشاب عامر مثلا في مكة شاب صاحب مكة أضرب شعبها كما يقولون أضرب أحيائها وطلقيها استعمال الاسبيرتو الطبي كمطهر هو لا يسكر ذاتنا وله شخص لا يسكر بل يسمم فعليه ليس بقمر وعليه يجوز استعماله والله أعلم هل يجوز استعماله أو عفوا أخذ شيء سرق مني عن طريق السارقة في غفلة السارقة في غفلتي أو في عضوري حرامي سرقني جبت لمسروقي أخذت هدون علمه شخص لا يسكر السارقة لماذا أخذ أبو هريرة رضي الله عنه بعضا لحديث النووية أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد حملته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايني أما أحدهم فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم هذا ثابت صحيح لكن قال العلماء والعيمة إن أبو هريرة لم يكن ليكتم علما نافعا للناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قال وأبو هريرة يعرف هذه الآية وقد ذكرها في المواطن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك هل عنهم الله هل عنهم اللعينون أبو هريرة أبو هريرة ذلك لكن الألم الذي كتمه أمر كان يتعلق بأسماء أمراء السوء ولو كان تكلم لحدثت فتنة فبعض العلماء يقولون إنه كان أتعوذ بالله من إمارة الصبيان أمراء الصبيان بني أمية كان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأسي الستين وإمارة الصبيان هذا قاله بعضهم لكن هو على هذا حمل العلماء العلم الذي كتمه أبو هريرة ألم يتعلق بين أسماء أمراء السوء وكان سيولد فتنة ولن يولد نفعا هل يجوز قيام في البلد الغرب وأنه متسبت من ديني؟ نعم إذا كنت يعني قيم على دينك حافظا لدينك حافظا لحدود الله وليس عليك ولا على أولادك ضرر جزبا لونه أين تضرر أن تقوم ولاك حديث أبوظ chega لن المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تترى أن أرهما لا يثبت حديث أنا بريء من المسلم يعيش بأن الظهراني المشركين لا يثبت الذي فيه لا تترى أنا رهما حديث التمس لأخيك سبعين عذرا فإن لم تجد فلا ترى من إلا لبسك لا صح متبعت المأموم للإمام بفتها المصحف في الفرد لا تجوز يعني الإمام يقرأ وانتماسك مصحف خلفه وتتابعه وهو يقرأ لا يجوز لأنه بقل إن في الصلاة لشغلا حق فوادي البنوك للصدقة تخلص منها في مصرف إن لا يعود عليك بأي وجوه نفع دنيوية يعني ممكن أنت ستساب من أجل الورع نساء يقرأ أن كل واحدة وجهه بنية ذكر الله وليست ختمة مصحف يعني مع بعضهما نساء يقرأنا ما فيه ليس فيه شيء إذا كن يكتمعنا ويقرأنا قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يطلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وحفتهم الملكة وغشيتهم الرحمة وذاكراهم الله في من عنده في من عنده عفوا ابتعد عن التأمين قد رجادك واستطاعتك في أن أموالها تثمر في المنوك ثم يكتنفوه الغرر لا أملك محلا ولكن أقوم بشراء السلاء وبعاء بالتقسيط أنت لا تقوم بشراء السلاء وبعاء بالتقسيط أنت يأتيك الذي يريد سيارة قل تعالى ما ينتقل السيارة وتدفعنيها بتنانهم هذه حينة بحينة الرباب ما دعمه بالوقت شكرا محمد السقر بارك الله فيك هذا هو يا محمد السقر سلمك الله حفظك الله يا ابا محمد هل تصلاح صلاة رجل أفوا قال الإمام أثناء الصلاة قد نسيت ركع يا فلان إن كان متأولا أو مختارا من رأي الفقه يلقى إلى من جواز الكلام لتصحي الصلاة فصلاة صحيحة لأن هناك من العلماء مسألة هل يجوج الكلام في الصلاة لمصلحتها يرى فريق من أهل العلم أن منع من ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصدق فيها شيء من كلام الناس وبعضهم يقول كان هذا لمصلحة الصلاة جاز لأن النبي قال لما سلم من ركعتيني وقيل له أقصر صلاة نسيت يا رسول الله قال لم أنسى ولم تقصر قال بل قد حدث شيء من هذا يا رسول الله فسأل النبي أصحابه أحقا ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فقام وأتى بالركعات فاعتبروها تخللت الصلاة واعتبروا تخلل الصلاة والمانعون يقولون وكان يستثبت فالحاصل أنه إذا كان متأولا الصلاة تصح إلا فالذي أختاره أنه لا يتكلم في صلاة وقد أورد هذه المسألة لا تعطي الصلاة هل يشترط أن تسمع الزوجة مراجعة زوجية لها بعد أن طلقها تلقى رجية أم يكتفي أن يرمي مراجعتها في نفسه لا يجب تعلم لأن الكلام في النفس لا يعد رجعه هل يجوز للرجل أن يقول في نفسي أنا رجعت لزوجتي لا تعطيه الرجعة الحكام شرايا تدمر بهذه الأفكار السيئة هل يجوز أداء الضرائب بمال الزكاة؟ لا يعني يريد أن يخرجها الضرائب ويخصمها من الزكاة لا أبدا لا يجوز لأن الزكاة لها مصارف وهم لا يضعون الضرائب في مصارف الزكوات بعدين أعيد عليك بالنفع الضرائب لاجئ سوريا اللوان يقيم في أوروبا حتى تنتهي الحرب لا وذلك قال في نفسي إن الله أهانه فمحكم ذلك اللي أعتبر سبا لله إيادا بالله قال في نفسي إن الله أهانه فمحكم ذلك اللي أعتبر سبا لله لا ليس سبا لله لكنه جهل قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلهه فقدر عليه رزقه وفيقول ربي أهانا كلا ليس الأمر كذلك فكتفي بتخطياته لم يحكم بكفره جهل زوجة الأخ تركم معي في السيارة هل تعدخله دام خلوة مسامح يا رمج أبا إلياس الله يبارك فيك فارك الله فيك يقول أحذق ذقني كون يسمم لي مشاكل مع السلطات الدولة التي أعيش فيها لأنه مزنب إذا كنت لن تتحمل الفتنة جاز لك ذلك تستطيع أن تثبت سببتك الله هل تجب الضريبة على رجل مقيم في دولة أجنبية يؤدي زكاة ماله ولذي تهرر منها أنا لا أتكلم في وجوب الضريبة نظام الضريبة الضريبة لها دولة تدافع عنها لكن هي ليست في الشريعة صراحة ما عندنا في الشريعة إلا زكاة لكن ما على منصة الآن في الضريبة لا من كتاب ولا من سنة ولكن قد يدخل بعض الولداء في هل في المال حق سوى الزكاة أم لا تلك مسألة اختلاف بين الولماء جاء لتحريرها لأن القول فيها القول للوجين لكن يوسف ما سؤالك يوسف هل يجوز للزوجة التي هجرها زوجها سنين ولا ينفق عليها ولا على أولاده عندها بعد الوفاة تعم عليها عندها يعني زوجها لم يكن فق عليها ومات تعتد يا زوجة هل التبع السيادة حسنة تتمحوها إن كانت جارا فجارا وإن كانت سرا فسير لا لا يلزم إن إذا كنت صلمت أحدا فتتحلل منه على الوجه الذي يرفع عنه مظلمته حتى مثلا قلت عن امرأة عيازا بالله أنها ارتكبت الفحشة قذفتها طبعا أنت في دولة لا تقيم الحدود لا يجب أن تبريئة هتقول لا هذه المرأة هذه المرأة بريئة وأنا أخطأت وأستغفر الله وأطلب عفوها إنما هتقول المرأة بريئة إذا هذه المرأة زنت وتصدق بألف جنيه ما ما يصلح في حق لاس حكم تغطيت برواز الصور بقطعة قماش لا بأس محمد قرآ في سؤاله ما فيه قال تجوز صلق عن شخص صحيح جابنا بالجواز طبعا حكم عدم الاغسال بالجماعة بالزوجة لينا وتأجيله الصباح ما لم يطلع الفجر جائز لكن نبي سويل عن هذا أينام وأحدنا وجنوب قال نعم إذا توضع كوبون التخفيض حلال أم حرام هل أنت تشتري كوبون التخفيض أو ماذا وضح الصورة السؤال يا جماعة حفيذاتي تجلس مكان السجد وأنا أصلي هل صلاة جائزة الصلاة جائزة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامه فإذا سجد وضعه وإذا قام رفعها قرأ في نفسك مع إمام في الصلاة هل تجوز قرأ في نفسك مع الإمام في الصلاة هل تجوز رأي الصلاة الجهرية تقصد أظهر أن هذا رأي مرجوح لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا ليست تذكره رأي أبي هريرة أن الإمام هو يقرأ أنت تقرأ لكن في نفسك كما قال أبو هريرة يقرأ باه في نفسك لكن خلف أبو هريرة الجمهورة في هذه المسألة صحة حديثنا رسول الله عن ثمن كلب إلا كلب الصيد لفظة إلا كلب الصيد لا تصح في البيوع بيوع الكلاب لا تصح إنما قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ما شئ أنه ينقص من أجل كل يوم قيرات أحلال السيارات المستعملة هذا قلون فيه أنه أضاف شرطا لابد أن تقدم طلب اقتراض من البنك بفائدة لبوية حتى تدخل على هذه العملية فإن كان ذلك كذلك فلا يجوز القرض لبوية من أولى بالصدقات أختي الفقيرة أم المرأة اليتيمة ولديها أولاد أختك الفقيرة أولى اليتيمة أو جزء هنا أو جزء هنا هل سمع قدمة الجمعة واجب؟ مش تحب مش تمع وأنصت هل هذا حديث إكرام الميت دفنه صحيح؟ ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز عمل ختمة للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمن الوقت بأذى القدر أجتزئ سهلني الله أن يجمعنا وياكم في الحردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وليك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائما والله أنتم في خير ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عارض عن ذكره فإن لهم عيشة رنضان كان الأخوات والأخوات احذروا من المذاهب الهدامة الوافدة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والإبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال وكذلك من الجماعات المارقة كالتكفير والتشاوى المغيد والرفض الخبيث والإرجاء والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والقضرية وغير هذه الفئات الزائغة ختاما اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم واشكرواه على نعمه يزيدكم فقد قال لئن شكرتم لأزيدنكم قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي واحمدوا الله كثيرا قال تعالى ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأمنتم والحمد لله كلمة كل شاكر فاشكروا الله كثيرا واذكروا مقولات الصالحين ربي أعوزيني أن أشكر نعمتك التي أنامت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضعه وأصلح لي في ذريتي إني توبت إليك وإني من المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته